والبداية الليلة بآخر التطورات الميدانية في العراق فبعد معارك طاحنة خضتها القوات العراقية المشتركة مع مسلح داعش بدعم من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة توالت الانتصارات على هذا التنظيم بدءا من الموصل وما حولها ثم تلعفر وقراها وصولا في النهاية إلى العياضية وبهذا يكتمل طرد داعش من محافظة نينوا بالكامل لكن مهمة العراقيين لم تنتهي بعد إذ لا تزال عدة جيوب هنا وهناك لجأت إليها فلول داعش التي لم تهرب بعد نحو سوريا وأخيرا تحررت محافظة نينوا من داعش هذا ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي بعد تحرير بلدة تلعفر بالكامل من قبضة التنظيم في عملية دامت قرابة أسبوعين هو ما يعد أحدث ضربة للجماعة المتطرفة التي سيطرت على نحو ثلث البلاد منذ ثلاث سنوات لكن اللافت رغم تصريحات حيدر لعبادي هذه أن داعش ما يزال يسيطر على مناطق كثيرة وخصوصا بلدة الحويجة شمالي البلاد فضلا عن بلدات غرب العراق قرب الحدود السورية فموطئ القدم الداعشي في العراق ما يزال قائما والبلاد عرضه في أي لحظة لتهديد مسلح داعش الذين باتوا قرب الحدود لعل هذا ما أثار السخط في البلاد من صفقة ميليشيا حزب الله اللبناني مع داعش في منطقة القلمون الغربي فبمجب هذه الصفقة انتقل المئات من مسلح هذا التنظيم من الحدود اللبنانية نحو الحدود العراقية انتقال تسبب في جدل حاد في العراق يشوبه الكثير من الشكوك بعلقة خفية تجمع بين ميليشيات حزب الله وداعش هذا التنظيم الذي كان بين فكي كماشة الجيش اللبناني قبل أن تنقذ عناصره هناك صفقة ميليشيات حزب الله ولعل ما يعزز الشكوك هو صفقة التبادل التي أبرمتها إيران مع داعش عبر ميليشيات حزب الله مع اكتمال وصول الحافلات المكيفة التي نقلت عناصر التنظيم من القلمون إلى دير الزور مرورا بالبو كمال صفقة تتبادل فيها إيران جثث قتلاها في بادية الشام مقابل جرحى من داعش هذا التنظيم المخابراتي الذي تثبت الوقائع كل يوم صلته الخفية مع إيران فوجود داعش وسيطرته المسيرة في العراق والسوريا كانت الذريعة الأولى لإيران لتحقيق مآربها في المنطقة معنا الآن من أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي إحسان القيسون مساء الخير سيد إحسان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار إذن رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر لعبادي أعلن انتهاء تقريبا هذه العمليات وإعلان تحرير محافظة نينوى بالكامل هل نحن بالفعل بصدد نهاية العمليات العسكرية الرئيسية في نينوى الآن تحية لك أستاذ مهند تحية لزميلة كل عام أنت بخير استطاع الجيش العراقي أن يحصل على نصرا تكتيكيا وتحرير كافة أراضي محافظة نينوى وأصبح على أعتاب أن يحقق نصرا استراتيجيا على هذا التنظيم الإرهابي بتحرك نحو الشريط الحدودي بين الفاصل بين العراق وسوريا وأيضا تحرير الخاصرة الضعيفة والبؤرة الخطرة على أربع محافظات وهي الحويجة حيث يتواجد هذا التنظيم هذه البؤرة الخطيرة هي على محافظة كركوك وأيضا نديالا وصلاح الدين وأيضا نينوى فإذن هناك بؤرة خطيرة يجب أن تتوجه قطاعات النخبة لتحرير هذه البقعة من الأرض العراقية وإنهاء هذا الهجوم الشبه يومي لداعش على القطاعات العسكرية في هذا القاطع وأصبحت القطاعات العسكرية تقوقعت داخل صفحة الدفاع ولن تقوم بأعمال تعرضية على داعش في هذه المنطقة فأصبح داعش يملك زمام المبادرة والمبادرة في منطقة الحويجة وأيضا جبال حمرين فإذن الحرب مستمرة انتصرنا في معارك ولكن لم ننتصر في الحرب لحد الآن إذن الخطوة التالية برأيك أستاذ إحسان هي عمليات عسكرية في الحويجة أم أنه ربما ترى القيادة أنه الانتقال غربا إلى المناطق الأخرى القائم عانى هذه المناطق التي أيضا ما يزال فيها وجود لتنظيم داعش أستاذ مهند لأفكر بعقل قائد من داعش ولو أنا لن يشرفني أن أكون مع داعش ولكن لأفكر بعقل قائد عسكري إذا كنت قائدا عسكريا لدى داعش لدي خيارين الخيار الأول بعد الضغط على قواتي في العراق وقواتي في سوريا سوف يكون خياري الأول هو وادي نهر الفرات من دير الزور إلى الميادين إلى البوكمال إلى القائم وعند الضغط علي في هذا الوادي خياري الأخير هو العودة إلى معقل الرئيسي وهو الصحراء العراقية الغربية الذي أجيد التنقل بها ووادي حوران ووادي أبيض وشعاب وهناك وديان لا تستطيع القطاعات العسكرية مقاتلتي في هذه الصحراء لأن من أصعب الموانع الطبيعية على الجيوش قبل الأنهر وقبل الجبال هي الصحراء الكبيرة لن تستطيع القطاعات العسكرية أن تستمر تواجدها في الصحراء ولكن تقوم بعمليات إغارة وعمليات كماء فقط وثم تعود إلى تكناتها فهذا هو الخيارين لقادة داعش في هذه المنطقة في هذه الرقعة الجغرافية التي تلعب بها داعش نحن قلنا دائما داعش لن تأتي بعملية ولادة من رحم القاعدة داعش جاءت بعملية صناعة وظهرت جليا بالاتفاق بين ميليشيا الإرهابية ميليشية حزب الله وأيضا بين هذا التنظيم الأرهابي ولكن القرار أخذ في طهران أستاذ مهند القرار أخذ في طهران وتم نسخة وعطي نسخة إلى الحكومة العراقية للعلم وعطيت نسخة إلى هذه الميليشيات للتنفيذ فقط وليس حسن نصر الله لا حسن لا يستطيع أن يقرر وإنما ينفذ ما يريده دهاقنة السياسة الفارسية وهذه هي الحقيقة لو عدنا إلى مسألة الحويجة تحديدا أستاذ حسن لأنه سنناقش هذه الجوانب التي أشرت إليها في الساعة الثانية ولكن دعني أود إلى الميدانيات الآن فيما يتعلق بالحويجة صعوبة العمليات العسكرية هناك أنا لست خبيرا عسكريا ولكن أعتقد أن الرقعة الجغرافية التي نتحدث عنها محصورة إلى حد ما يمكن التعامل معها عسكريا بشكل أفضل من الانتقال إلى الجبهة في الجانب الغربي الذي أشرت إليه وصعوبة الصحراء وكل هذه الأمور ما الذي نتوقع من عمليات الحويجة في الفترة القادمة لنستذكر كل المعارك لنخرج بنتيجة إذا استذكرنا معركة الفلوجة قاتل داعش ومن ثم انسحب وعطي المجال للانسحاب براتلين لن يقاتل في التكريت حرر التكريت وكانت هناك فقط ثمانية جثث من هذا التنظيم العرابي قاتل قتالا شرسا في بيجي وأيضا قاتل قتالا شرسا في المدينة القديمة وفي الموصل وفي معركة الموصل ولن يقاتل في تل عفر فإذا هل ان استراتيجية داعش سوف يقاتل في الحويجة أم سوف ينسحب بطرق نيسمية هو قد درب مقاتليه على الانسحاب من خلال هذه الطرق النيسمية وليس عن طريق الطرق الاستراتيجية المراقبة من قبل الطيران العراقي وطيران التحالف فإذا قاتل في الحويجة سوف نرى معركة شرسة كمعركة بيجي وكمعركة المدينة القديمة لأن الطبيعة الجغرافية للحويجة صعبة هناك تلال هناك وديان فأيضا سوف تكون المعركة شرسة ولكن يجب الاستفادة دائما من الدروس المستنبطة من المعارك التي خاضتها القطاعات العسكرية كانت هناك بعض الأخفاقات في المعارك وكانت هناك نجاحات ما سبب هذه الأخفاقات بسبب عدم إدامة الزخم الهجومي وعدم فتح محاور هجومية عديدة لتشتيت القوة الدفاعية لداعش فيبدو أن القيادة العسكرية استفادت من أخطائها وبالأخص في معركة الموصل يعني معركة الموصل وأيضا معركة المدينة القديمة النصر خطت حروفه بدماء الأطفال والنساء وبأحجار مدينة مدمرة لاحظنا أستاذ إحسان في العمليات العسكرية الأخيرة في تلعفر أنها جرت بشكل سريع نسبيا بشكل سلس نسبيا ربما ما عدا المعركة الأخيرة في العياضية كانت ربما أكثر حدة ما السبب في ذلك برأيك؟ لماذا لم تستغرق هذه المعارك فترة طويلة كما توقع البعض في بدايتها؟ يبدو أن داعش استدرجت القطاعات العسكرية نحو تلعفر وقرر الانسحاب وترك بعض الانتحاريين وبعض من تطوع في القتال في تلعفر وتسلل من خلال الطرق النيسمية كما ذكرت وخلال الطرق الصحراوية الذي درب مقاتليه والكثير الآن من قادة داعش الذين كانوا في القيادة العسكرية لتلعفر متواجدين في ألبو كمال مثل أبو حسن المهاجر وأيضا الملة هاشم الذي قتل البارحة بضربة من التحالف الجوي كان قائدا عسكريا في تلعفر وقتل في القائم إذن كان هناك السحاب مدبر نحو وادي نهر الفرات من ثلثي القوات التي كانت متواجدة في تلعفر انسحبت إلى وادي نهر الفرات وتركت بعض المقاتلين الذين تطوعوا للقتال وأيضا الانتحاريين وبعض العجلات المفخخة فلذلك رأينا هناك نصرا نموذجيا ومعركة نموذجية لن تقع أي ضحايا للمدنيين ولم يتم تدمير البنية التحتية بسبب انسحاب داعش وهذا رأيه فلذلك لن تكون معركة بالمستوى الذي كان نتوقعه بسبب انسحاب داعش كان المتوقع أن تستمر هذه المعركة لأكثر من شهر ونص لتواجد داعش وقيادة داعش وصف الأول لداعش في تلعفر ولكن يبدو انهم انسحبوا نحو وادي نهر الفرات وهو قيارهم الأول قبل أن يذهبوا إلى قيارهم الثاني أشرت إلى عمليات التحالف أساد إحسان كما نعلم عمليات التحالف الإسناد الجوي الضربات الجوية جزء أساسي ومهم وربما ضروري لإتمام هذا التقدم الميداني الآن كيف نتوقع هذه العمليات في فترة ما بعد تحرير تلعفر ولا أدري إذا كان الوضع مشابه لما جرى في الموصل كان هناك صعوبات في استخدام الطيران لتنفيذ عمليات داخل المدينة الموصل هل هذا ينطبق أيضا على الحويجة أم أن الطيران هناك سيكون ربما يعمل بحرية أكبر ربما لأسباب جغرافية أو غيره توفر الغطاء الجوي أصبح عمرا حاسما في الحروب الحديثة أستاذ مهند ولكن لو أدنا إلى معركة المدينة القديمة يبدو أن القوات الأمريكية وطيران التحالف معنية بهزيمة داعش وغير معنيا بحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية للمدينة فكان هناك قصفا كثيفا وبصواريخ يقولون بأنها ذكية ولكن رأيت على شاشات التلفاز بأن هناك صواريخ غبية استخدمت في هذه المعركة وبالأخص من قبل قطاعات الشرطة الاتحادية ويبدو أن هذه الصواريخ الغبية هي صناعة إيرانية فإذا القوات الأمريكية معنية بهزيمة داعش ولن تكون معنية بالحفاظ على أرواح المدنيين في هذه المدينة المدينة أستاذ مهند المعركة إذا ردت أن تحرر مدينة فعليك أن تخوض معركتين معركة بالجهد العسكري ومعركة بالجهد المدني المعركة بالجهد المدني وهي معركة إعادة الأعمار نحن حررنا المدينة بالجهد العسكري ولكن يجب على القيادة الحكومة العراقية أن تخوض معركة بالجهد المدني وهي معركة إعادة الإعمار لعادة النازحين ما هو هدف هذا التحرير إذا حررنا مدينة مدمرة ويبقى أهلها نازحين في الخيم وفي العراء ما نتيجة هذه المعركة فيجب أن نخوض معركة ثانية وهي معركة إعادة الإعمار لعادة النازحين إلى مدنهم وعدم عسكرة المدن وترك الحجد الشعبي ميليشيا الحجد الشعبي داخل هذه المدن وتصبح هذه المدن عبارة عن معسكرات وساكنيها عبارة عن أسرى داخل هذه المعسكرات شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان القيسون الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من أربيل الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي معك شونتال إذن مرحلة مهمة تنتهي اليوم بإعلان السيد الأبادي تحرير محافظة نينوى ولكن ما زال هناك عمل كثير أمام القوات العراقية وقوات التحالف للتخلص من تنظيم داعش في باقي المناطق الموجودة فيها الكل يتساءل مهند ماذا بعد التحرير وماذا عن مصير داعش أيضا بعد كل الذي جرى مؤخر يوسف يقول داعش انتهى دوره وهم الآن يقومون بإجلائه في انتظار خلق تنظيم جديد البعض يتحدث عن إمكانية خلق تنظيم جديد مهند محمد أيضا يقول تدمير 70% من مدينة تلعفر بالطائرات مثلها مثل الموصل والرقة وتدمر وأحراق الأرض تعجيز وأموال طائلة لا تستطيع أي دولة إعادة أعمارها شرقاوي له رأي في الموضوع معنا من الواضح أن الإعلام كان يعطي لداعش أكبر من حجمه هذه نقطة سمعناها من أكثر من شخص وقرأنا تغريدات متعلقة بهذا الموضوع لا أعرف إن كان بالفعل ما تحدثنا به عن داعش أو المخاوف التي عرضتها أمامنا الدول الكبرى ليست بالفعل هي الواقع وحجاج يقول تحريرها من الدواعش وتدميرها وتركها قاعا صفصفة ومنع أهلها من العودة أين التحرير؟ لا أدري تعليق مهم الذي قرأتيه قبل قليل فيما يتعلق بدور الإعلام هل لعب الإعلام دورا في تضخيم قدرة وصورة داعش؟ ليس فقط الإعلام مهند كل دول العالم تتحدث عن قتال داعش ربما نتطرق له في نقاش في فترة لاحقة شكرا جزيلا لك شونتال شكرا جزيلا لكم